لديا وأرنو من أيدي أنا من سبيلي ويرتد طرفي حسيرا إليا وتمهال كل همومي علييا وينسد كل طريق يديا وأرنو من أيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية لكم وأصعد اللهم أساءكم بكل خير في الحلقة أعتقد أنها رقم 50 صارت حلقة رقم 50 من حلقات تحت المجهر تحت المجهر تاريخ 29 مايو اللي يسمو أيار الموافق اليوم السابع من رجل حياكم الله وأسعد الله سبحانه وتعالى مساءكم بكل خير نذكركم بموضوع التويتر لا تنسوا أن تتابعونا على التويتر أولا أود أن أعلق على موضوع وهو رأيت طبعا أنت بتعرفون أن صار في عملية ما يسمى بخطف خطف الحجاج الحجاج الذين ما بعرف يسموهم حجاج أنا الله يمنع على كيف ماذا أسميهم سميهم حجاج عمار زوار ما بعرف شي سميهم المهم أنهم نعم نعم موضوع العمار والزوار يعني اللي ذهبوا إلى إيران وقدموا من إيران عن طريق سوريا وهناك تم اختطافهم مين اختطفهم تبتعرفوا مين اللي اختطفهم نفس اللي عملوا موضوع أحمد أبو عدس نفس اللي قتلوا الأطفال ثم قالوا هؤلاء متشددون هؤلاء كذا إلى آخر إلى آخر ما يعني تعرفون لكن لأنا أثار تعجبي أن هؤلاء وصفوا بأنهم حجاج عادة إذا أطلقنا رفض حجاج يعني حجاج مضاف والبيت مضاف إليه حجاج بيت الله الحرام بس عجيب يعني شو هالحجاج هيدول يعني أنا متعجب جدا من هؤلاء الحجاج حجاج وين أنا بعرف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه أنا هيدا الحج اللي بعرفه الحجاج هيدول منين إجوه من عرفة من يعني هذا المفروض من مكة أما أن حجاج لغير بيت الله الحرام اللي الله اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت وضع للناس إلى الذي مش بكربلة ودوا لو تكون في آية هيك تكون إن أول بيت وضع للناس طبعا هم بيقولوا السفينة التي رست رست في كربلة سفينة نوح رست في كربلة نعم على كل حال المهم وين هيدول الحجاج منين إجوه سؤال جديد بالطرح عندي كتاب أنا والله حبيت أني أرى قرأت فيه يعني أكثره 3 ربعه اللي هو كتاب كامل الزيارات كتاب كامل الزيارات لعله يكون واضح كتاب كامل الزيارات عندي مثلا صفحة صفحة 38 أنا سأمر فيه بسرعة يعني أقرأ بسرعة يقول أتيتك يقول أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين قال بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون قلت جعلت في ذاك ما علمت ذلك إلى آخره طبعا الكتاب هذا إخوان الكتاب صححه الخوئي صححه الخوئي على ما أذكر في معجم لجار الحديث أي نعم اللي هو لإبن قولويه القمي أنسيت إبني أخبركم أن الكتاب للقمي نعم يقول ممن شهد بوثاقة جماعة على نحو الإجمال النجاشي فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه برجع بيقول هون إنما ذكره متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته اللهم إلا أن يبتلى بمعارض وقد زعم بعضهم اختصاص التوثيق بمشايخه فقط ولكنه خلاف ظاهر عبارته كما لا يخفاه المهم يقول وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع من وقع في إسناد كامل الزيارات أيضا فإن جعفر ابن قولويه قال في أول كتابه وقد علمنا بأن لا نحيطه بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عليهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ثم يقول فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله واستدل بقول صاحب الوسائل إذن هذا الكتاب معتمد وموثق عندهم شب تجينا أول أول رواية الآن استدللنا بها أن الله عز وجل هو الذي يزور الحسين فهل كان الله هو الذي يعمل زيارة ما بعرف كم يوم بيعمل زيارة للقبر ما بعرف ما ذكرت الرواية فنحن ظاهري نحن ظاهريون نتمسك بظاهر النص المهم عندنا أول رواية الآن أن الله هو الذي يزور طيب شوفوا اللي بعدها اللي بعدها نعم عندنا من شرب من ماء مزمز عفوا من شرب من ماء الفرات وحنك به فهو محبنا أهل البيت بيتحنك بيتحنك بماء الفرات الماء الفرات صاير مثل زمزم يعني نعم قال لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفينا به وهو ما لم يفعله السستاني إذا أصابه شيء ذهب إلى لندن في رواية أخرى تقطر في الفرات كل يوم قطرات من الجنة كل يوم كل يوم قطرات من الجنة كل الرواية هذه صحيحة مش أنه فيها شي ضعيف لا 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 صححوها كلها هذه مصيبة الله بيزور القبر يعني أساس يعني أساس الدين قائم على موضوع زيارة القبر وهو أفضل من عرفة من مكة من مدينة سوف ترون وإن شاء الله أني ما أطول معكم لوجود يعني أمور مهمة جدا عندنا لكن لكن بدي أعرف يعني لازم لازم كل واحد من الشيعة لأن يسأل يا أيها الشيعي كيف يقولون أن هؤلاء المخطوفين اللي أتوا من الحج وأنهم حجاج وعمار وين في حج عمار غير بيت الله الحرام كيف ربنا سبحانه وتعالى ما بيذكر لنا أن هناك مكان للحج أفضل من مكة أفضل من بيت الله الحرام خلينا شوف هنا في رواية أخرى وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يعني أسبوعيا زيارة إلى هي أسبوعية يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء لك بالله عليكم الآن بدلن يزايد علينا كيف ابن تيمية يقول أنا لله يدان كيف أليس ابن تيمية مجسم يعني أنتم عميان ما بتشوفوا شوفوا في كتبكم هاي دي روايات صحيحة فيها أن الله عنده زيارة أسبوعية بينزل بيزور الأبر ربنا سبحانه وتعالى نعم وبتيجي مع الملائكة وعم يسألوا الآن أنه بيجي يوم الجمعة حتى توافق زيارتي زيارة الله إلى أن يقول فقال صفوان جعلت في داك فنزوره كل جمعة حتى ندرك زيارة الرب قال نعم يا صفوان إلزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين لسه ما بلشنا بعد فيه شيء أعظم الجاية مثلا بيقوله الجاية أعظم طيب كذلك من صلى عنده ركعتين عند الحسين يعني رضي الله عنه وأرضاه والله لو لو يظهر الحسين فينا ويرى هذا الشرك باسمه والله لتبرأ منهم كبراءة عيسى من قومه نعم قال قلت فما لمن صلى عنده شو أجره شو الأجر قال من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه فقلت فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتى قال إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده يعني يخلص النية في زيارة الفرات وعي يكون عندكم رياء في زيارة الفرات لا أخلص النية نعم انتبهوا التوحيد مهم جدا أخلص النية لما تنزل ابنه للفرات نعم وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه تتذكروا شيئا الرواية من حث فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه في اقتباس في سرقات في تأسيس دين جديد في اقتباس وسرقات من أحاديث النبي اللي نحن أصلها أهل السنة هم أصلها عم ياخدوا قطع من هذه الأحاديث ويحطوها ويرتبوا دين جديد دين يجعل القبر أولى وأفضل من بيت الله هون عندنا صفحة 137 الباب الثامن وأربعون كيف يجب أن يكون زائر الحسين ابن علي رضي الله عنهما عن أبي عبد الله قال قلت إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حاج قال بلى قلت فيلزمنا ما يلزم الحاج شوف الآن لابد الآن طبعا الآن سؤال خطير فلابد حتى بعض التفاصيل التي توهم القارئ أنه فعلا في هذا شيء رواية حدثت والكلام هذا الصحيح فقال ماذا قلت من الأشياء التي يلزم الحاج قال يلزمك حسن الصحابة إلى آخره ويلزمك نظافة الثياب ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك الله أكبر إذا فعلت تم حجتك وعمرتك من يعارف عند الحائر عم يقوله أظهر هذا الميقات بس إذا نعرف ميقات أهل اليمن إذا بدون يجوا ميقات أهل مصر في مواقيت أنا شايفوني كأنه في ميقات اسم الحائر ما بعرف فإذا فعلت ذلك تمت حجتك وعمرتك في حج عمرة لغير بيت الله عز وجل يا شيعة شي اللي عم يسير يعني أنتم ما ما شايفي هذا الكتاب الذي يثني عليه يثني عليه مشايخكم يقولون هذا الكتاب كله رواياته صحيحة لأن لأن جامع هذا الكتاب لا يروي إلا عن ثقة من يعرف ويع اللي كتبها الكلام هذا حج عمرة لغير بيت الله عز وجل نشوف صفح حمير تسعة وستين كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فمر على فمر قوم على حمير حمير ولا حمير لعله حمير نعم ما بعرف الله لابد أنها حمير مش ممكن يمر على حمير فقال له رجل من العراق وزيارته واجبة قال زيارته خير من حجة وعمرة حتى عد عشرين حجة وعمرة ثم قال مبرورات متقبلات قال فوالله ما قمت حتى أتاه رجل فقال له إني حججت تسعة عشرة حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين قال فهر الزرت قبل قبر الحسين قال لا قال إن زيارته خير من عشرين حجة الله أكبر الله أكبر واحد حج تسعة عشر حجة بمكة قال له زرت القبر لا روح زيارة واحدة لقبر الحسين أفضل من أفضل من عشرين حجة بمكة شو بحا بده واحد يروع على مكة خلاص بيجي بالبولمن بالبساط بيجي بالبساط بالبولمن من من عند قبر الحسين وخلاص طيب رواية الآن صفحة 172 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف قال يكتب له ألف حجة وألف عمرة مبرورة وإن كان شقيا كتب سعيدا ولم يزل يخوض في رحمة الله يا لطيف يا لطيف والله كلام تقشعر له الأبدان المسلم لا يعرف حج لغير بيت الله عز وجل أفضل بآلاف المرات الأجر فيه أفضل بآلاف المرات من زيارة بيت الله عز وجل طيب ثم قال صفحة 173 من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة وكمن حمل على أو نعم حمل على ألف فرس في سبيل الله عز وجل ثم رواية أخرى في أسفل الصفحة إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات يعني أهل عرفات وقفين يوم عرفة ورب العالمين يقول لهم لا في ناس أبلكون عند قبر الحسين أفضل من مكة طيب يا ربنا ليش ما ذكرته بالقرآن الفضاء هذه وأهمية هذه الزيارة الواجبة اللي هي أفضل بألاف المرات الحج والعمر فيها أفضل من الحج والعمر في مكة يحمي ليش ربنا ما ذكرها ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها من أين أتت أتت هذه الأحاديث الصحيح بزعمهم طيب أتى رجل أبا عبد الله فقال إني ضربت على كل شيء لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال لا تفعل يا لطيف أف 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 الآن لا 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 شو بدك بمكة بالأول كان شوية شوية شوفوا والله يعني لو بدي يقرأ الكتاب كله في أشياء خطيرة جدا تدرج بالناس المساكين تدرج حتى يصلوا بهم إلى أنه الزحف هذا من دليل على محبة مش بس بيمشي بيزحف وقبر حسين أفضل له شو بدك تلو على مكة شو بدك بمكة أصلا ننشوف قال لا تفعل ليه لماذا قال فإن أهل مكة يكفرون بالله جهر كفار والآن لماذا تكفرون المسلمين نحن أخوة كلنا مسلمون ربنا واحد قبلتنا واحدة ديننا واحد طيب هدولي بمكة كيف صاروا كفار بل خنازير بشكل بني آدم كما رووا خنازير لكن طبعا أبو عبد الله واحد قال له كيف تقول الكلام قال لحظة وضع يده على عينيه على عيني الرجل ثم رفع يديه عنه فقال له انظر الآن قال فنظر إلى الطائفين قبل اللحظات كان ينظر لهم على أنهم بشر بعد ما وضع يده على عينيه فبصرك اليوم حديد شو صار ببصره شاف مخنازير يطوفون حول البيت خنازير وهنا كفار ويكفرون بالله جهرة مشان هيك شو بترك بمكة بتو عن كفار روح عن قبر الحسين بس حنشوف بس كفار ولا في مشكلة تاني فيهون هلأ منشوف فإن أهل مكة يكفرون بالله جهرة فقلت ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم شر منهم أهل المدينة شر يعني كفار بنجمتين أو ممكن بأربع نجوم هدولي كفار بشريطة وحدة هدول كفار بنجمتين هم شر منهم قلت فأين أنزل قال عليك بالعراق الكوفة فإن البركة منها على إثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولملهوف إلا فرج الله عنه أين أنتم من التوحيد يا عامة الشيعة أين أنتم من التوحيد طيب لا حول هنا قوة الله بالله في رواية أخرى هنا انتهينا إن شاء الله قال هذا مين هذا جعفر بن محمد عليه السلام قال من زار الحسين عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتاب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي مرسل ومن زاره أول يوم رجب أول يوم من رجب غفر الله له البتة بأعتقد بيكفي أعتقد لهون بيكفي صراحة أمر يستدعي من كل شيئي أن يراجع نفسه وأن يتدارك ما تبقى من أيامه المعدودة في هذه الدنيا وأن يأخذ قراره الذي يعني يبنى على قراره هذا إما إلى جنتين وإما إلى نار ولا يغرنك وأنكم تقولون نحن والله نتولى أهل البيت ونحن نتبع مذهبا يحب أهل البيت نعم والله هذا صراحة هذا مما تمنون به أنفسكم هذا مما تخدعون به أنفسكم وتمنون به أنفسكم أرأيتم شركا مثل هذا الشرك وباسم أهل البيت وباسم محبة العترة وتعظيم العترة ثم يقول الحيدري وغيره نحن 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 من نحب أهل البيت أنتم تعبدونهم وأنتم فضلتم قبرا على بيت الله عز وجل وفضلتم عليه رتدتم عليه الأجر بل قلتم بأن وهذه فتتني وهي موجودة قرأتها أنه في قبر عند قبر الحسين يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل عند قبر الحسين في يوم عرفة وكثير من الرواد بالمناسبة من أتى القبر يوم عرفة يعني كأنه عم يقلهم لأهل عرفة للمسلمين حوله حول المسار من هون لهم تروحوا يوم عرفة شي يعني يوم عرفة لما يحث الناس على زيارة قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه يوم عرفة هذه دعوة صريحة تضاد أمر الله عز وجل بأن يزار بيته الله الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نلبي النداء وأن نذهب إلى مكة وهؤلاء يقولون لا 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 تذهبوا اذهبوا إلى قبر الحسين يوم عرفة بالتحديد فإن أجوركم عظيمة وإن في هؤلاء يعني اللي بيزوروا قبر الحسين ليس فيهم أبناء زنة لكن في أولئك الذين يزورون نعم عرفة فيهم أبناء فيهم أبناء زنة هذه الرواية موجودة في كتاب من لا يحذره الفقيه مصباح المتجهد للطوصي ثواب الأعمال تهذيب الأحكام مسائل الشيعة مستدرك الوسائل للنور الطبرصي بحار الأنوار وبتحبوا تشوفوها بسرعة بحار الأنوار مجلد 98 صفحة 85 المصادر ليست عندي إن شئتم قرأت الأرقام عليكم مثلا من لا يحذره الفقيه المجلد الثاني صفحة 580 نعم تهذيب الأحكام المجلد السادس صفحة 50 إلى آخره ما هي هذه الرواية؟ رواية خطيرة يقول إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين ابن علي عشية عرفة يعني لهون يلا قبل نظره إلى أهل الموقف قال أبو عبد الله لأن في أولئك أولاد زنا في عرفة وليس في هؤلاء أولاد زنا هذا ما ذهب العترة يا حيدري هذه أحاديث العترة كتاب الله وعترتي هذه وعترتي روحوا لهون ما تروحوا لمكة لا سيما في يوم عرفة لا تذهبوا إلى عرفة اذهبوا بالله عليكم هذا ما ذهب العترة كتاب الله وعترتي والله هذا خزي منسوب إلى العترة أيعقل أن العترة يرغبون الناس عن الذهاب إلى بيت الله ويصفون أهل مكة بأنهم كفار وأهل المدينة أكفر منهم وأن الواقفين بعرفة يوم عرفة يوم الموقف أبناء زنا لكن ليس في عند قبر الحسين أبناء زنا صحيح حسب الصلاح الشيعي لا يوجد عند قبر الحسين أبناء زنا بس في أبناء متعة أبناء زنا بس أولاد متعة وما تزعلوا تقولوا هذه إهانة هذا استهزاء لا 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 المتعة مشروعة عندكم وهي جزء من دينكم من تمتع مرة والله بدي بدي أجيبها هاي تعجبني هاي دي قال من تمتع مرة أمينة من صحة الجبار لاحظة بس ومن تمتع ثلاثا زاحمني في الجنان يعني أنا عم أنا عم بسرع وعم بطلع على أعلى مرتبة في الجنان في الجنة واللي تمتع ثلاث مرات عم ينفسني ما عمل حقله عم ينفسني لاحظة الشيخ خلي نشوفها غيوية بالمنسبة وضعنا الرقم وضعنا الرقم اللي طلبنا من الحيدري وهذا مخصص الحيدري يعني لن يرد على أي رقم آخر إلا رقم الحيدري وإذا إذا أراد الحيدري أن نعرف أنه هو الذي يريد منه أن نستقبل مكالمته فيكتب رسالة صغيرة أنا كمال الحيدري ثم نفتح الخط معه إن شاء الله تعالى نعم من تمتع مرة أمين من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان من لا يحذره الفقير المجلد الثالث صفحة 366 والآن أبلغت بأن الرقم معروض الآن أمامكم فأرجو من الشيخ كمال الحيدري أن يتكرم بالاتصال وبما أنه الكلام بيجر بعضه بدنا نسأل طالما بما أننا أتكلم عن أحاديث الأعترا أيعقل أن يكون مثل هذا أن تكون مثل هذه الرواية موجودة في كتاب ينسب إلى الأطهار إلى الأطهار إلى الأطهار أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عنا كتاب الكافي الكافي المجلد الثالث الصفحة الصفحة 501 عن أبي عبد الله رضي الله عن أبي عبد الله والله كم كذب عليه كم كذب على أبي عبد الله الله أكبر شوفوا له عن أبي عبد الله قال عليه السلام وأن أقول عليه السلام بالمناسبة ما في فأس أبدا يجوز بس ما يقال لي لا أنتم ما بيجوز تقولوا عليه تغيروها لا وكنا ذكرنا من قبل البخاري ذكر فاطمة مرات كثيرة لكن أنا حصيت 25 مرة ذكرها رضي الله عنها وكان بعد كل مرة يذكر اسمها يقول عليها السلام طيب حتى لا تقول عنه ناصبي البخاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار مثل نظرك إلى عورة الحمار الرواية على ما أذكر طبعا هذا الكتاب الكافي اللي عرض المهاجر عرض مبلغ ما حدد قال جائزة قيمة لمن يكشف لي رواية واحدة ضعيفة في كتاب الكافي الآن نشوف الآن خلينا نشوف الكتاب إذا موجود هذا هو المجلد المجلد 22 صفحة 400 صفحة 400 الحديث رقم 26 انتبهوا 26 بحسب الكتابة الفارسية يظهر وكأنه همزة هذا هو 26 وهذه هذه رواية 25 هذه رواية 26 الحديث السادس والعشرون حسنون حسنون هذه مشكلة يعني ممكن الآن النجمات والممثلات والأفلام الإباحية ممكن ينظر إليها بناء على هذه الرواية ولذلك أنا ما أجد معي كتاب تحرير الوسيلة استدل الخميني بهذا ما ذكر ما ذكر الدليل لكن قال مثل هذا الكلام مطابقا لهذا الكلام أن النظر إلى غير المسلم كالنظر إلى عورة الحمار كالنظر إلى عورة الحمار ما بعرف إذا مؤسست إذا جمعية حقوق الإنسان حيطردوا على هذا الشيء وشبهوا بالحمر هو ما أصد أن يشبهوا بالحمر هو أصد أنه ينظر إليه وعفوا إليها عاريتان مثل الإحمر رجيت باردو أو أي شيء اسمه تعرض أفلامها والإباحية ربك ما خلقتني نعم وجائز لأنه يكون عم يشوف شيء شبيه بالإحمر أنا ما أجي هل يمكن أن يعني نقبل أن يكون هذا الكلام مرويا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أصدق بذلك طيب نرجع الآن إلى موضوع الأطروحة البين قوسين علمية بحسب قول الحيدري الأطروحة العلمية اللي عنده لنقول بأن أطروحته حقيقة ليست أطروحة علمية ما الذي يقوله الحيدري الآن خلينا نشوف الآن الحيدري عنده ثلاثة شروط الحيدري عنده ثلاثة شروط خلينا نشوف ما هي شروطه التي ذكرها نحن لكي يقبل ويكون حج على الطرفين لابد أن يكون صحيحا مجمعا عليه وصريحا وهذا أن الركنان منهما لا يوجد فيه ماذا لا الصحة موجودة ولا الإجماع موجودة جيد جيد عنده ثلاثة شروط أول شيء أن يكون مجمع عليه بيننا وبينهم الثاني أن يكون صحيحا الثالث أن يكون صريحا وتالله وبالله عفوا وبالله وتالله وبالله من أول ما طلع على التلفزيون إلى الآن وهو متخبط ولا تتحقق معه هذه الشروط حنجب لكم نماذج على ذلك أولا دائما يحتج علينا بنصوص من عندنا وكثير منها لا يوجد عنده وإذا وجد عنده مصيبة تارة بدون إسناد وتارة عنده ضعيف وتارة أصلا مش موجود أصلا أصلا كثير من الروايات مثل أنه فاطمة كانت إذا كانت إذا دخلت عليه قام من مجلسه وأقعدها وقبلها قبل يدها إلى غير ذلك حقيقة هذه الرواية أنا بحثت عنها في كتبهم ما وجدت لها غاية ما يقولون روى العامة أو ورد في كتاب مثلا سنع أبي داود أو البخاري أو كذا الرواية هذه كذا وكذا وكذا طيب وين الرواية من عندكم إذن أنتم حتى وين قلتم نحن نتفق معكم موافقون على بس بدكم جيبوا سند لها مصدر ولا الدولة الأموية لعبت بكتبكم وجردتها من الأسانيد وما بتحتج علينا إلا من كتبنا كثير من المرات تنبأ أيها الذكي يا من تراقب الحيدري تنبأ إلى إخلاله دائما بهذه الشروط ما بيطبقها لا مثلا حديث إيتوني بدوات وكتف قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله هذه اللي شغبوا عليها وطعنوا في عمر رضي الله عنه وكذا هذه الرواية طيب طيب أنتم مش موجودة عندكم مفروض ما تصدقوها يعني ممكن أن تقولوا مثلا هذه الرواية كيف ترونها مثلا أما تقول عمر نعتقد أن عمر قال ذلك يدل ذلك على أن أمثال هذا الرجل يصححون ويضعفون أو ربما قبلوا بالرواية ولو كانت ضعيفة لأنها تناسب المذهب جدا لا سيمة إذا كان فيها تحريض إذا كان رواية فيها تحريض على أهل السنة حتى لو كانت حتى لو كانت ضعيفة حتى لو كانت موضوعة حتى لو كانت غير موجودة عندهم يسدلوا بها مثال ذلك رواية الشقشقية اللي شقشقون فيها وأتعبون كل مرة ولقد تقمصها من ابن أبي قحافة ويعلم أن اسم محلي منها محل إلى آخره هذه الرواية الآن رواها من عكرمة يصبونه يشتمونه يتهمونه بأنه لس وأنه مرتشي وأنه كذاب وأنه يعكف على أبواب السلاطين وأنه 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 ومع ذلك وردت هذه الرواية من طريقين يصلان كلاهما إلى من؟ إلى عكرمة ومتمسكين بالرواية وتعالهم يا عم يتركوها أرجوكم هذه الرواية ما بتنسب أصولكم عكرمة كذاب عندكم لا ماشي يعني ما في دليل سبحان الله وأنا أقول من خبرة يستدلون به إلا ومعه كأس مرارة مضطرين أن يغدوا كأس المرارة فيه لوازم ضدهم سبحان الله مقدر الأمور وسوف يعني نذكر أمثلة على ذلك كذلك مثلا حديث تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا صحيح بس عندنا ما عندهم حديث كامل من الرجال كثير عندنا مش عندهم ما موجود عندهم هم إذا ذكروا الحديث كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون طبعا الزيادة اللي هي فاطمة وخديجة اللي موجودة بريوات الطبري والتي اعتمدها الحيدري لغرض في نفس عقوب لحاجة في نفس عقوب اعتمدها دون رواية البخاري اللي ما فيها فاطمة وخديجة ثم دلس على الناس ولبس وقال انظروا الأمانة العلمية لماذا حذف البخاري فاطمة وخديجة لماذا حذفهما ثم تبين كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الرواية فيها المثنى ابن إبراهيم الآملي وهو غير معروف عند رجال الجرح والتعدي غير معروف وهو سبب عدم الضبط هو المشكلة وهو شيخ الطبري إذن إيش المشكلة عند الطبري من المثنى أما مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده وجميعهم كلهم رووا وافقوا البخاري في هذه الرواية فإن قلتم أنه الأمر فيه إن وأن البخاري كذا أبدا أبدا عندكم رواية أفضل حتى من هذه وهي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة سيدة مطلقا وعنده باب مناقب فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام يكرر دائما عليها السلام ماذا تريدون وين الحب ما نرى منكم ما رأينا في فيما يتعلق بموضوع العقائد ما رأينا منكم إلا التحريض مطارحات تحريضية مش مهدوية ما رأينا منكم إلا التحريض وفتح مواضيع عائشة فعلت عائشة قالت زينب قالت وأبو بكر في السقيف ففعل وفنى فعل وين الحرص على وحدة الأمة أين ما يدعيه أذنابهم كالإخوان وغيرهم أنهم يحرصون على وحدة أن هؤلاء قبلتنا واحدة وديننا واحد وربنا واحد وكتابنا واحد هؤلاء حقيقة لا في لا في مجال العقائد وفي مجال الإعلام الآن تركينا من شرهم ومن شبهاتهم وفي المجال السياسي ما تركينا من شرهم تقتل الأطفال تقتل الأطفال في حولة يقتل الأطفال ولا يزال هؤلاء الرافضة بدون رحمة ويقولون هؤلاء لو كبروا حيكونوا نواصب شوفوا كيف الإنسان تجرده العقيدة الفاسدة من الضمير ومن الرحمة تجرد من الرحمة خلاص نرجع موضوعنا إذن حديث لا إله إلا الله تقبير النبي يد فاطمة وضي الله عنها كمل من الرجال كثير عبس وتولى أنها نزلت في عثمان دون النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا وجود له عندهم لا وجود له عندهم وإنما يرونه إما بدون سند وإما أن يحيلوا إلى كتب أهل السنة طيب إذن الشرط الثاني سقط نعم الشرط الثاني سقط أسقطنا بقى الشرط الثالث أن يكون أن يكون النص صريحا أو شيء مجمع عليه ثانيا صحيح ثالثا صريح إنما وليكم الله هذا صريح لا هذا يحتاج أن يحطوله شوية مقبلات وتوابل من عندهم حتى يستمرئه العامة حتى يتقبل بعض المخدوعين إنما وليكم الله قالوا ها هذه دليل على الإمامة يعني الله عم يقول إنما وليكم الله إذا قلت دليل على الإمامة يعني الله أو الإمام يعني الله ما قال إنما وليكم الذين آمنوا الله يعلم حيكون في طوائف رافضة ويمسخون كتاب الله ويحرفون معانيه يعلم ذلك سبحانه وتعالى فسبحان الله بقدر من عنده ابتدأ الآية بنفسه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون هذه صريحة لا إني جاعلك للناس إمامة صريحة لا لابد يعملوا لشوية التوابل ومقبلات أنه إني جاعلك للناس إمامة حاجعلك أنت لقى النبي أنت أقل من إمام أنت تحت مرتبة الإمام الإمام أفضل منك أنت صرت نبي بس أنت صرت إمام أي ما شرحة طيب خلينا نقول حنمشي معهم الإمام أفضل من إيش من النبوة طيب خلينا نشوف نبي سيدنا إبراهيم نبي طيب وإمام طيب وخليل نعم ورسول صح سيدنا علي نبي لا طبعا المجلسي قال أنه سيدنا علي في ديوان الأنبياء الذين لم يؤتوا النبوة يعني هو نبي بس ما أتي النبوة موجود اسمه في ديوان الأنبياء بس ما أتي النبوة والله قالها إذن من ننبي رسول لا إمام لا بوأت أبو بكر ما كان بوأت عمر ما كان بوأت عثمان ما كان ما أتي الإمام لسه طيب خليل لا طيب سيدنا إبراهيم عنده نبوة ورسالة وإمامة وخلة نبوة رسالة إمامة خلة طبعا والخلة أفضل مرتبة وأعلى مرتبة نعم كيف واحد ما عنده فيه آآ تلاتة ما عنده وعنده مرتبة وحدة ولسه ما أتيها لسه يكون أفضل من سيدنا إبراهيم واحد أوتي أربعة أمور واحد أوتي أمرا واحدا كيف يغلب اللي عنده أربعة أمور أعرف أنا كيف يفكر هؤلاء ثم النص ليس صريحا ممكن يكون هذا النص يصلح لأبي بكر لأنه سيدنا أبي بكر من ولد إسماعيل من ولد من نسل إبراهيم من خلال إسماعيل قالوا من ذريتي أخوات الآن إذا قال رب العمين لا ينالوا عهد الظالمين إن ضربت العصمة يعني في من ذريتك يا إبراهيم نعم من هو ظالم كما قال في الآية الأخرى وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا يعني النبي إبراهيم وإسحاق وَبَارَقْنَا عَلَيْهِيهِ وَعَلَى إِسْحَاقِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنْ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُّبِينَ مش بس ظالم مُبِين من ذريتهما من ضربة العصمة بدون يجيبوا الأي يستدلوا بها ضربت لهم العصمة ما في شي بيجيبوه إلا وفيه سبحان الله ضرب لعقيدتهم أبدا إذا قالوا إن موليكم الله ورسوله يلزمهم أن الله بيصير إمام مصيبة كيف من صفات رب العالمين الإمام إذن النص ليس صريحا من كنت مولاه من كنت مولاه هذا ليس صريح ليس صريحا هو صحيح نعم لكنه ليس صريحا أنت خليفتي من بعدي ليس صريحا لأنه قال له ذلك وهو في المدينة يريد أن يذهب إلى تبوك قال أتخلفني على الصبيان والدليل على أنه لم يرد أنه خليفته بعد موته أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف النبي يريد أن يقول لعلي أنت خليفتي إذا أنا مت ثم علي روحي بايع سيدنا أبو بكر يحبني وين العقول الآن ثم سيدنا علي يستدل بحديث من كنت مولاه وين يستدل فيه مش بالسقيفة لا برحبة الكوفة وقد روى الحدري هذه الروايات اللي هي صحيحة عندنا إذن سيدنا علي إذا كان يفهم من لفظ من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه أن هذا دليل على الإمامة لماذا يحتج به في رحبة الكوفة يعني بعد ما مات عثمان انتهت خلافة أبو بكر انتهت خلافة عمر انتهت خلافة عثمان ثم بعد ذلك وبعد ذلك ما استدل بها أثناء مثلا سقيفة أخرى لا من بعد ما بويع وكانت المشكلة بينه وبين معاوية حينئذ استدل بالرواية من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه وإنما أراد بذلك دعم نصرة الناس له في موقفه من معاوية ورفض المولى يدل على النصرة والقرب ويأ أنت مني بمنزلة هارون من موسى قالوا هذا صحيح صحيح لكن ليس صريحا ليش لأنه لو كان النبي يريد الإمامة الخلافة يعني خلافة موسى أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يحمي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له المثال بموسى وهارون والشيعة اعترفه كما في بحار الأنوار أن هارون مات قبل موسى ليش النبي يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولم يقول له أنت مني بمنزلة يشوع من موسى لأن يشوع هو الذي كان الإمام بعد موسى عليه السلام إذن لا مجمع عليها تحقق هذا الشرط ولا صحيحة تحقق الشرط ولا صريحة تحقق الشرط ما عنده شيء ما عنده شيء نرجع نعيد كلامه نرجع نعيد كلامه لكي يقبل ويكون حج على الطرفين قلنا احنا مرارا أن الحديث لكي يقبل ويكون حج على الطرفين لابد أن يكون صحيحا مجمعا عليه وصريحا وهذا أن الركنان منهما لا يوجد فيه ماذا لا الصحة موجودة ولا الإجماع قد يقول مثلا الحيدري والله ليس كل ما عندنا صحيح وهذا ما قاله الحيدري بالمناسبة خلينا نشوف ماذا قال الحيدري نعم الحيدري يقول ليس كل ما عندنا صحيح خلينا نشوف وينه هذا هو قرأت رواية أو روايتين من أصول الكافي نحن لا ندعي أن كل ما ورد في أصول الكافي صحيح عندنا كما أنتم تدعون أن كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح عندكم إذن ليس كل ما في كتاب الكافي صحيح ماشي مع أنه لا تنسوا المهاجر نعم المهاجر الذي يعرض كما ترون جائزة لمن يثبت له وجود حديث ضعيف نعم يقين لا ينقضه إلا يقين مثله أما أنت عندك يقين في قضية تجي تشكك فيها لأن هذه موضة جديدة أبشركم فيها من علامات آخر الزمان أيضا الآن هذه موضة طالعة جديدة أي حديث تقرأه يقولون لك هذا ضعيف الحديث في حين أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا القرآن ميزانا للحديث ويجون للكافي والكتب الأربعة يقولون الكافي أيضا أحاديث الكافي ضعيفة وأنا أتحدى واحد يجيب لي حديث في الكافي ضعيف إذا تقرأون مرآة العقول للعلامة المجلسي لما يشرح الكافي ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا سند كذا وهذا سند كذا يريد أن يثير العقول حول هذه الأحاديث وإلا ما ما في حديث ضعيف في الكافي أبدا كافي معروض على كتاب الله على القرآن الكريم إن تفكر الآن منا إلى عشر أسنين صدقني أنا مستعد أني أعطي جائزة لمن يأتيني بحديث من الكافي يقول هذا ضعيف ممكن عقل القارئ ضعيف ما يفهمه ممكن عقل الحيدري ضعيف ممكن عقل الحيدري ضعيف حتى قال إنه ليس كل ما في الكافي صحيح ممكن عقل الحيدري الضعيف عفوا نعم عقل الحيدري ضعيف أنا ما أقول عندي أنا أرى أن الحيدري الحيدري فيه صفات يعني ما شاء الله صحب جذبية أول شي تاني شي عنده حنجرة قوية ما شاء الله بس بدون نفع يعني بدون نفع لأن الأصل أنه يطرح للناس ما ينفعهم في أخرتهم مش بس يدلس ويبضلوا عليه على التدليس وفيما يستفيد منه دنيويا ضرر على الناس في دنياهم وآخرتهم للأسف الشديد والله أنا أدعو الحيدري إلى أن يتقي الله عز وجل وأن يتذكر أن تدليس هذا سوف يعود عليه بالضرر في أخرتهم القيامة ويضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون طيب إذن هو يقول نحن مش عنا مثلكم نحن عندكم صحاح ستة وهيدي مشكلة كلمة صحاح ستة ما أكثر ما يكررها الرافضة مراجع وعوام أنتو عندكم يا سنة صحاح ستة يعني ما عنا صحاح ستة نحن عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم نعم ولا نقول أنه من خالف ولو في حديث واحد منهم بيكون مارق بيكون مبتدع بيكون كذا هناك بعض الأحاديث يعني صار فيها يعني مدار جدل وهذا أقل بكثير من الجدل اللي بين الأصوليين والإخباريين أي فرق كبير جدا جدا هني ما بيشوفوا الفرق الخلاف بين الأصوليين والإخباريين لا بيشوفوا الفرق مثلا بين بين شيخ تكلم عن رواية وقال هذه في البخاري لكن هذه فيها ضعف مثلا أو تكلم الدار قطني في كم عدة أحاديث هذا اللي بيشوفه أما أنه يكون في ضرب كبير بين طائفتين أصولية وإخبارية لا لا ما هذا ما بيشوفه طيب نحن نقول أنتو الآن عندكم إمام معصوم لا تخل الأرض منه ولا يخل الزمان منه معصوم كان مفروض أنه كتاب الكافي مثلا اللي حتشوفه حواريكم إحصائية الآن إن شاء الله إذا كان يستطيع المصور أنه يعرض الإحصائية هاي نوريكم إياها إن شاء الله تعالى خلني شوف الإحصائية أيها يريد يريد ننظر إلى الإحصائية قليلا إذا كان ممكن إحصائية حول رواية أهل البيت في كتب الشيعة نأتي الآن إلى هذا شيء مبدأ أنا سويته الكافي في 16121 رواية نعم يعمل في الإسلام مثله قط أبدا أفضل كتاب منيجي عند البهبودي يبدو لي أن أنا غلطان كأنه الستألاف هي الصحيحة اللي هي والتسعة الضعيفة يبدو لي ذلك أني أنا غلطان نتأكد بعدين إن شاء الله أو إذا أحد بيّن لي ونصحني وراجع الأرقام بيكون طيب أنا مستعد يعني الخطأ والد أنا مش معصوم أنا مش معصوم نعم طيب إذن البهبودي يصحح 4,428 رواية فقط والباقي الروايات من أصل 16,121 11,600 يعني تقريبا 12,000 11,693 رواية كلها ضعيفة أما الإخباريون عندهم 16,121 رواية الكافي 16,121 كلها صحيحة ما فيها الله وكيلك ولا رواية واحد ضعيفة الكل صحيح نجري الأصول اللي هو أول أول مجلدين من كتاب الكافي اللي هو 8 مجلدات أول مجلدين المجلد الأول المجلس يروى فيه 1445 حديث الله وكيلكم ما طلب معه من 1445 إلا 236 رواية صحيحة أما البهبودة ما شاء الله البهبودة يعني بخيل أكتر في التصحيح من أصل 1445 رواية بقي عنا قديش من المجلد 161 رواية المظفر 1445 يعني فيه فرق بينه وبين المجلسي خمس روايات أقل بخمس روايات من تصحيح المجلسي أما الجزء المجلد الثاني في عنا 2346 رواية صحح منهم 476 يعني حطوا 200 مع 400 67 يعني 600 وشوي 700 تقريبا وكسور بس هذا من المجلدين نعم البهبودة ما شاء الله لا أقل المجلد الثاني 392 الرواية عن فاطمة كما ترون هنا إذا بتتذكروا لما قلنا المرة الماضية أن الرواية عن فاطمة كم في كتاب الكافي كله ولا رواية في الكتب الثلاثة الأخرى فقيه من لا يحضره الفقيه وتهديب الأحكام بلا غير ذلك الكتب الثلاثة الأخرى ما فيها رواية لفاطمة فيها فيها من قال أنه لما كانت فاطمة في المكان فلاني كذا كذا لا ما بدنا ما بدنا هيدا بدنا أنه واحد يقول حدثتني فاطمة كذا أو عن فاطمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هادي ما موجودة كيف بالله عليكم كتب أربعة حديث العترة يا حيذري حديث العترة مش أنتوا بتسموه حديث العترة يعني كيف حديث العترة ما بيبقى فيه إلا إلا ما ما يعني ما اسمه هذا لا يمكن لا يمكن أن يقبل بأي حال يعني مش ممكن في شي غلط في شي غلط يعني عندنا مثلا لو جمعنا روايات عشرة من أهل البيت اللي هم من نبي صلى الله عليه وسلم علي فاطمة الحسن الحسين السجاد الجواد الهادي العسكري المهدي من مجموع روايات الكتب الأربعة عنا فقط ألف وتسعمية أو تسعة وتلاتين رواية عن النبي وأهل بيته كتب الأربعة والله أنا ما عدت كم عدد الروايات كلها في الكتب الأربعة بس يعقل وين مذهب أهل البيت وين كتاب الله وعطرتي وعطرتي فيها الحج قطرات من الجنة تنزل دايماً عن أهل الفرات شو بدكم بمكة تعوى على قبر الحسين النظر إلى 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 الأبدان الكفار العاري كالنظر هذا هو ماذا هو أهل البيت أعتقد فيه شي لابد أن يعرف الشيعي أنه فيه شي غلط هذا شي مش طبيعي نرجع الآن إلى موضوع مهم جداً الشيعى دايماً عندهم الحديث هيدا بيستدلوا فيه دايماً من أجل الطعن فيه معاوية ما تنسوا كما قلت لكم يستدلون بشيء يعني يعود عليهم على مذهبهم بالضرر وباللوازم الفاسدة تذكروا مرة ذكرنا أنه الأكل على الشبع يورث البصر البرس يعني إذا واحد أكله شبع بيصير معه برس ماشي هنا عند مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله له بطنه قالوا هذه تدل على ذنب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا الرواة ليست ذنب لمعاوية بل حفاظ على صحة معاوية من أنه يسير معه برس أنتوا هيك بتقولوا هذا ما قلتموه في كتاب الكافي هذا من باب المحافظة على صحة معاوية رضي الله عنه أرضه طيب في عنا رواية هون في فضائل علي رضي الله عنه نعم الرواية نعم هنا أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت أما ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله طبعا لا تنسي أخوان أن سعد بايع أبا بكر نعم لماذا لم يستدل سعد بهذه الروايات على أفضلية علي على أبي بكر فائدة جيدة نعم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال أدعو لي عليا فأتي به أرمد يعني مع رمد فبسق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالى وندعوا أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء هؤلاء أهلي أهلي إذن لحظة شوي دائما الحيدر يقول السلطة الأموية كان لها أعظم التأثير على مصادر السنة بدي أعرف أنا ليش ليش معاوي ما أصدر أو الدولة الأموية بعده ما أصدرت أمر بمصادرة هذا الحديث ومنع الناس من من روايتي أو حذفته فيما بعد من صحيح مسلم ليش لماذا هذا الحديث ما تم حذفه شو القصة الآن السؤال يا أخوان هنا يقول المعاوية ما منعك أن تسب قال الشيعة هذه الرواية تدل على أن معاوية أمره والأمر يفيد الوجوب يعني أوجب ذلك عليه طيب لو أنه أمره وهدده كما دايما يقولون السلطة الأموية تسلطت وتحكمت وتجبرت وكذا وكذا وكان الأئمة يستعملون التقية بسبب تجبر الدولة الأموية لماذا ما رأينا طبعا طلعتوا على الحديث هل كان لمعاوية أي اعتراض عليه هل هدده هل قال له يجب من بعد ما ذكر سعد فضائل علي رضي الله عنه يجب عليك أن تسبه سبه الآن هل قال له سبه لا لكن هل في واحد أمر الناس بسب علي إيه من سيدنا علي ها كيف سيدنا علي يعني أنا عمقول لحظة شوي أنا عمقول سيدنا علي أمر رشيعته أن يسبه سيدنا علي الحمد لله هذي مش من ماء الفرات هذي من هون نشوف الآن كتاب نهج البلاغة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان يقول أو يقال عنه كذبا أنه قال رضي الله عنه أرضاه وحشرنا والموحدين في زمرته أنا وإنه سيأمركم بسب والبراءة مني فأما السب فسبوني سبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاه وأما البراءة فلا تتبرأ مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة طيب إذن هنا في أمر لكن ليس مع التهديد لأنه قالوا أما البراءة فلا تتبرأ مني كيف يخيرهم الآن يقول لهم أما السب خذ راحتكم سبوا أما البراءة لا البراءة تختلف مثل ما بيقول الحيدري طيب سؤال طيب سؤال أرأيكم سيدنا علي يعلم بهذا الحديث المشهوري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالتالي من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله هذا حديث ورد في عيون أخبار الرضا وفي بحار الأنوار وفي غيره من مصادر الشيعة من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله طبعا الحديث وارد في مسند أحمد عندنا على ما أذكر لكنه غير صحيح وأما الرواية الصحيحة هي من أحبني فقد أحب علي هذه إن شاء الله أنها صحيحة أما من سبني فقد سب علي ومن سب علي فقد سب الله طيب إذا أنتم قلتم أن معاوية أمر سعدا أن يسب علي لا نشوف هل في الرواية أنه تعقب سعدا أجابه أمره بعد ذلك لا إذا من الذي يزعم أنه أمر لكن نفض أنه أمر أنتم بمقتضى رواية مسلم التي تدلسون فيها على الناس وتكررونها دائما أنتم أمام أحد أمرين إما أن تلتزموا أن معاوية أمر بسب علي أمر سعدا بسب علي نعم وإما أن تلتزموا أنه لم يأمره بالسب واحدة اثنين إذا قلتم أنه أمره بالسب أو جبه علي فيلزمكم أن سعدا أشجع من سيدنا علي لأن علي ما سب لأن سعدا ما سب علي ما قال والله معاوية أمرني وعلي قال سبوني أما السب فسبوني لا سيدنا علي سيدنا سعد رضي الله عنه قال أما أما عدم سبي له فسببه ما سمعته من رسول الله في فضائله كذا وكذا وكذا الآن عندنا موقفين موقف سعد رضي الله عنه وموقف علي سعد قال لا أسب علي قال سبه وفي مشكلة يعني أنتم الآن أوقعتم سيدنا علي في حرج كبير أنه في رواية عندكم ترونها وهي من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله فإذا قال سيدنا علي أما السب فسبوني وسيدنا علي لم يخفى عليه الحديث أنه من سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله يعني من سب علي فقد سب الله كيف سيدنا علي يقول أما السب فسبوني إذا قلتم أنه لأن فيه إلزام وإجبار قلنا هذا سيدنا معاوية كما روينا لكم في صحيح مسلم ما ألزمه ما عقب عليه ما أجب عليه تركه ما الذي منعك من السب وكأن معاوية يقول ما الأمر الذي دعا بك إلى التوقف في ذلك في حين أن هناك من يفعلون هذا فذكر له فضائله فهذه شهادة براء لمعاوية ممن يزعمون أنه كان يجبر الناس على سب علي رضي الله عنه هذا الأمر الأمر الآخر تجينا مكرمات من بعض المتصلين وبعض المتصلات يقولون يا حبيب بني أمي ويا ما بعرف إيش يا أيها الأموي يعني أنا أرى أني حقيقة ما أتعرض لموقف يعني أبادلهم فيه موقفهم يعني ندمت والله أقولها بصراحة الأسبوع الماضي يعني لما قلت يا حبيب بني سبأ بني سبأ أو عبد الله بن سبأ يعني ما لا أرى ذلك موجودة معنا موجودة معنا مروة مروة تفضلي مروة السلام عليكم عليكم السلام السلام انتمو انتمو قلت يوم الخميس أتصل ليش أرضت رقم achieving السيدة الحيدرية وقلت يوم الخميس لا حتصل بالسيدة الحيدرية الخميس هيدا اللي جاي إيه انتقلت لا لا الاتصال كان يوم الجمعة مروة الاتصال انت اتصل في يوم الجمعة الحلقة الماضية لا انت قلت لح اتصل يوم الخميس بالسيد الحيدري وانا عند كلامي بعد يومين ان شاء الله بعد بكرة لح ليه تعرضت رقم للسيد الحيدري تبعد يومين لح تتصل انت ليه تريد تطلب من السيد الحيدري تتصل على حضرتك على كل حال انا قلت لك والحلقة مسجلة يا مروى انا حتصل في يوم الخميس والان الرقم امامك وامام الحيدري خليه تصل هذا هو واحد انا حتصل خلص مش انا قلت لك حتصلهم الخميس انا حتصل خلاص طيب الامر الاخر ما زلت تعتقد اني انا من بني امية او حبيب بني امية نعم ما زلت تعتقد اني انا حبيب بني امية مرتبط ببني امية عموما سيد الحيدري اثبت من امهات كتبكم ان معاوية سبي الامام علي لحد الان لم نرى اي رد من حضرتك طيب على كل حال اعطينا دليل الحيدري اذكري ماذا قال الحيدري هذي واحدة ايه الان الصوت احسن السيد الحيدري اعرف من امهات كتبكم عمي عم بسالك انا انا اموي ولا لا انا عندك اموي ولا لا انا اموي ولا لا مروى هل انا اموي انا اموي ولا لا ايه ايه طيب سيدة محمد كان اموي زوج زوج رقية وام كلثوم لعثمان بن عفان وهو اموي يعني سؤال الحضرتك وتزوج من بني امية تزوج ام حبيبة بنت ابي سفيان انا افخر اني انتمي لبني امية الذي الذي زوجهم النبي وتزوج منهم ليش انت زعلاني سيدنا اذا يلزمك انه سيدة محمد اموي شو رأيك بالكلام اه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه صحيح تزوج اه حبيبة بنت ابو سفيان اه لكن يعني واذا وان يكن يعني لا ولا تزر وزر وزر اخرى او انا ولا تزر وزر وزر اخرى بس انت دي الدافع انت ما اخذ منهج بني امي انا ادافع عمان انا ادافع عن صحر رسول اه اه عن صحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية اللي بايعه الحسن الحسن معاوية اللي سب الامام علي معاوية اثبت لي من كتبك انه معاوية لم يسب الامام عليه ما سبهه لا بالعكس انت اللي لما تقولي انه معاوية انه معاوية لم يسب الامام علي شوفي مروى خلي انتفق اسمحي مروى مروى اذا انت هتحكي انا هسكت وانترك بس إذا أنا حكيت أعطيني مجال لا أثبت لي من أمها تكتبك أنه معاوية لم يسب لي ما معلي وأنا أترضى على معاوية لا والأصل طيب شو رأيك أنا أغذيك عند القاضي وقل لك ثبتي لي أنه أنت ما قتلت أثبت لي من أمها تكتبك أنه معاوية لم يسب لي معاوية مروى 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 أنت عم تتعامل مع عاطفتك مش مع عقلك هذه الطريقة الجدلية هذه تلزمك بألزمات كثيرة شو رأيك إذا قلت أتهمتك بالزنة الآن لا سيخ اسمعني اسمعي وقلت لي أثبت أنه أنت مش زنة شو رأيك الآن يا انت سابقا ما تستقبلني هل فعل صوت أخي المخرج ما أسمعني الجمعة والثلاثة استقبلتني ما أسمعتك انت سابقا ما تستقبلني بس الآن الجمعة واليوم الثلاثة استقبلتني جاوبيني على سؤالي الآن أنت أنت أثبت أنه معاوية ما سابقا وأنا بقول لك شو رأيك لو تهمتي بالزنة وأتي بك إلى القاضي وطلب منك القاضي أن تثبتي أنه ما زنيتي شو رأيك ليس هذه نقطة البحر وعيب بعد أن تطلع مثال على هذا الشيء عيب عليك يعني أنت شيخ شنو هال وعيب عليك أن تتهمي معاوية بدون دليل ليش تتهمي معاوية بدون دليل وتقولي لي وتقولي لي روح جيب دليل أنه معاوية ما سابقا يا مروى يا مروى الله يهدينا ويهديك اتعاملي مع اتعاملي مع وجدانك وضميرك مش بس مع العاطفي يا مروى أرجوك يا مروى أنت مرحب بك تتصل فيني كل أسبوع أهلا وسهلا بس تعقلي شوية سابقا ما تستقبلني سابقا ما كنت تستقبلني سابقا ما كنت تستقبلني هذا اتهم بدون دليل لا سابقا ما تستقبلني التوصل ما تستقبلني الآن جمعة وثلاثة استقبلتني عموما يالله اثبت لي من كتبك أن معاوية لن يسب لي مام علي واني الآن أطلع من التشيع تكتب أجري حتى تثبت لي أنه أنت مش واقع بالزنا تثبت لي ذلك نفس الطريقة نفس الطريقة أنت تتهمين معاوية رضي الله عنه بيسبي علي ظلما وبتقول اللي لابد تجيبه دليل أنه ما سب اسمعني اسمعني طيب جيبيني دليل جيبيني دليل أنه ستنا فاطمة ما سبت عليه وإلا فهي تعتبر سابة لسيدنا علي الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر طلع معاوية يسب لي مام علي إذن عمي شون أعمل في شخص يسب إمامي شون أعمل في شخص يسب إمامي وشلون سيدنا الحسن وشلون سيدنا الحسن يبايع من سب أباه هو لم يبايع الإمام علي ما بايع الإمام علي روى المجلسي في بحار الأنوار المجلد الرابع والأربعون صفحة خمسة وستون عن الحسن قاله من كلامه عليه السلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاوية حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة وهو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن ابن علي ابن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان ياريتك 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 ضليتي على التليفون اتصلي انتوا أطعتوا ولا هي راي نحن نمتظر انتوا اتصلي بعد ما تسمع النص هذا صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله مش هو العترة وسنة نبيه عفر رسوله أنا عم بذكر الكلام بالضبط حرف بحرف صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى شورى انتوا لا يقولوا لا هذه الشورى في الأمور التانية في البيوع أما في باعة المسلمين لا 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 ليست شورى هو يقول حسن سبحان الله نعم وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين بحار الأنوار المجلد الرابع والأربعين صفحة 65 وكتاب الغدير للأمين المجلد 11 صفحة 6 وفي كتاب ميزان الحكمة لمحمد الريش هري يقول ومن معاهدته يعني الحسن الحسن عليه السلام إلى معاوية أنه قال ليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين لكن يظهر أن الشيعة تخلوا عن شرط الحسن الذي اشترطه على معاوية وينك يا مروى؟ اتصل الآن أوعة أولى والله بجبلك ما لا يقل عن عشرين دليل إلى ثلاثين من كتبكم ومن تصريح كبار مشايخكم أن الحسن بايع معاوية مرتد العسكري على ما أذكر أنه قال نعم نعم بايع بايع معاوية يعني يعني شو بتكون شو عبدك يا مروى؟ إذا اتصلت يا ريت تشوفونا إذا اتصلت مصطفى من العرق اتفضل يا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل يا مصطفى وطي الصوت التلفزيون وكلمني من التليفون سأسمع الحقيقة أنا بس أحد بإذن الله أنا إن شاء الله إن شاء الله أول مرة أستميحك عذر أهلا وسهلا بك سيد الحيدري عذر أكون عندي مداخلة من هذا القبيل وهو الحقيقة يعني حضراتكم هم حضرتك وهم حضرت سماحة السيد الحيدري نعم من كبار عرماء المسلمين من هذا الجانب ومن هذا الجانب نعم أنا أتمنى حقيقة من حضرتك ومن سماحة السيد الحيدري يعني تكون الأطروحات اللي تطرح من جنابك ومن جنابه ما تكون بيهن يعني أنا أوجه الكلام بالطرفين وأنا شيعي يعني لا أوجه إلى حضرتك فقط شكراً أولاً إلى سماحة السيد الحيدري وإلى سماحتكم أن تكون لتطرح على أساس أنه مو إداء العيوب للطرف الآخر أكرر الكلام للطرفين يعني أستميحكم عدراً وأعتذر أنتم من علماء الأمة الإسلامية أنتم مسؤولين أمام الله أكثر من مسؤوليتي أنا أمام الله أمام الله أنا سامع تيادي ربما أكون أكاديمي أنا وأستاذ جامعي في الآلاق الحقيقة سماحة الشيخ والسماحة السيد أحبب أن تكون الأطرحات على أساس بروح إسلامية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنية يعني أن تكون على أساس إبيان المعايد تبين المعايد وأتمنى أن يكون عندي فرصة أتصل أيضاً بالسيد الحيدري وأقول له نسل كمعاً بالضبط لكن ما أحصل للخطوط الأكثر لأقادكم بهالشكل يعني أنه أنت عندك إذا كان هو عند هذا الإسلوب أتمنى من حضرتك أن ما يكون عندك هذا الإسلوب وأن تقول لأن الإسلامية منذ إبيان العيب يعني حتى يكون شوية أكثر تأثيراً في الصرف المقابل أو أنه تكون مثلاً في بعض الأوقات موجودة على سمحة السيد الحيدري فهذه حركات معينة يتأثر بها بشكل معين ويالأحاديث اللي يرويها يتغير بها وجه الشكل وما شابه حضرتك أيضاً الآن عندما تروي الحديث من ستقصد علي ومن ستقصد علي فقصد الله وحقيقة حاجبيك إلى الأعلى حقيقة تفاعلون هي الأمر إعلامياً أكثر من تفاعلون هي دينياً أكرر أسف واعتذاري إلى حضرتك إلى السيد الحيدري كعالم دين وأرجو منكم أقبل أيديكما أن تكون تعوى على أساس النصح على أساس تبين العيوب يعني فأسيد الحيدري حتى لو كان كيف خلكن جانبنا من طرف الأخوة سممنا الأعزاء على قلبي أن يكون دعوة إسلامية حقيقة سمحة أو عندما حضرتك في التفاعل مع الأمر ومن حقك مذهبك ودينك وهذا الذي تؤمن بإنت هذا المذهب الذي تربي وبحثت بي وحققت بي أنه السيد الحيدري يحمل المسألة على محمل الديني الصحيح يحمل أخيك على سبعين محمل وين راحت من حضرتك وين راحت ما استماحت السيد الحيدري كل أمل أن يكون الصرح بهذا الشرق أن يكون نحض برامجنا على أساس وحدة الأمة الإسلامية لا على أساس أن أنا بين عيوب السيد الحيدري السيد الحيدري وبين عيوبك وجزيب شكري لساعة وفضرت الشيخنا وإذا تحضر أخويات على الخط حتى أسمع ردك أو أنه بصاعدة لا إن شاء الله يكفي إن شاء الله ما ودي أكلف عليك النصيحة وصلت وأنا أحتاج هذه النصيحة من وقت إلى الآخر إلى الآخر لأنه بعض المرات قد يخرج الإنسان عن طوره ويحتاج إلى أن يذكر بهذه النصيحة الطيبة التي أشكرك عليها حقيقة أنا أقول وليس مجاملة ولا تجملا والله أثناء هذه الحلقات أثناء الحوارات نحتاج إلى من يهدئ وإلى من يلطف الجو وإلى من يذكرنا بالنصيحة والموعظة والدعوة بالحسنة فجزيت خيرا وأشكرك على هذا الطرح الطيب طيب طيب خلينا الآن لعله في فاصل قصير وتابعوا معنا إن شاء الله تعالى شكرا لكم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين وإننا أحسننا في المجالس إلى الحسين وأحسننا في المجالس إلى الحسين خلينا يا فاطمة ندخل الجهنم خلينا يا فاطمة ندخل الجهنم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامج تحت المجهر كنا قد يعني كان لنا وقفة مع المداخل الذي يعني وجه إلينا هذه النصيحة وأنا حقيقة أشكره جدا عليها جاءتني بعض الأسئلة نعم منها سؤال على التويتر يعني يا شيخ نريد توضيح بالمثلث الأمريكي الإسرائيلي الفارسي لأنه لا يزال هناك أناس تصدق أن أمريكا عدوة إيران لو قلنا أن أمريكا عدوة إيران لو أننا نسللنا بذلك فإننا نقول أنه يناسب أمريكا وجود مثل هذه الدولة التي تعتبر حجر عثرة في سبيل الصحوة الإسلامية وظهور الإسلام الحقيقي الذي لو ظهر بصفائه ونقائه وتوحيده وإخلاصه وكماله لسار عن ناس للدخول إلى هذا الدين لكن لما الناس الآن ما يشوفوا إلا ضرب الرؤوس بالفؤوس والأطفال بالموس ويرون حتى هذه الأمور البشعة يعني ما تستحي الجمهورية الإيرانية اللي مسمى نفسها جمهورية إسلامية الآن أنها تدعم نظام لا يبالي في أن يقتل الآلاف المؤلفة من الناس والأطفال ووالله أنا أعلم أن هناك نساء نساء تأثرنا تأثرا بالغا يعني لسنا مسلمات رجال تأثروا بهذه المناظر وإذا سألت شيعيا قال هؤلاء استاهلوا بل ثبت من شهادة تلك المرأة التي أسأل الله أن يصبرها وأسأل الله أن يصبر إخواننا في سوريا وأخواتنا في سوريا وأذكرهم بالحديث الذي يقول الله عز وجل فيه للملائكة أقبضتم روح ولدي عبدي فيقولون نعم فيقول الله عز وجل أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم الله عز وجل ماذا قال عبدي وهذا فيه تذكير لكم ولكنا أن لا تقولوا ولا تقولنا إلا خيرا إلا ما يرضي الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فقدانه ابنه إبراهيم عليه السلام أن لا تقولوا إلا ما يرضي الرب نعم فقال الله عز وجل للملائكة وماذا قال عبدي قالوا يا رب حمدك واسترجع فقال الله عز وجل أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فأسأل الله أن يصبرهم لكن لا نجد الآن رحمة حتى من عوام الشيعة الذين يقولون نعم هذا عمل مبرر لأن هؤلاء يريدون القضاء على دولة موالية وزعيمها موالي وشيعي وين رحمتكم وين كلامكم عن مذهب أهل البيت ومحبة أهل البيت ولا فشل مشروعكم في بلاد الشام فتنتقمون من الناس الآن المهم أنه الذي نراه في الواقع نحن لسنا فقط يعني نعول على ما في الكتب الكتب التي ذكرت عقائد الشيعة ومشايخنا وإمتنا كانت مواقفهم صحيحة نحن ما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا بسبب أناس قالوا ما في فرق بيننا وبينهم هم إخواننا لا يكونوا طائفيين ما والله هذا النظام المجرم يقتل طائفيا آه ذكرت ماذا ذكرت المرأة المرأة كانت تقول والله كانوا يقتلون الأطفال ويقولون نحن أتلناهم من شانك يا علي لأجلك يا علي يصرحون يا علي ويقتلون الناس ويقولون إياك انتبهوا من الطائفية إياكم فأنا أعجب يعني إلى الآن ما زل في مغفلين يقولون أمريكا ضد إيران أمريكا تخلص من الشاه وتجيب دولة عمائم وهي قضت على جبهة الإنقاذ وتخلصت منها وخافوا كلهم منها والآن تستبدل الشاه اللي كان أكبر أكبر عميل لأمريكا تستبدله بدولة العمائم أمور كثيرة يعني قراءة كثيرة تثبت أنه لا الغرب يريد لإيران أن تبقى الغرب يريد لسوريا أن تبقى ولا كيف نفسر المواقف يعني صحيح أنه في ناس ما عندهم كتب يقرؤوها لكن الواقع السياسي برهنة عن كل شيء اسمه ما عاد في يعني ما عاد في مجال إلا من يعني سبحان الله لا يرى شيء اسمه في غشاوة على قلبه لكن الأمر صار واضح لا أمريكا ليست عدوة لإيران ولا إن قلنا أنها عدوة لإيران فإن لأمريكا مصالح في إيجاد توتر تستطيع أن تستفيد فيه من الطرفين وهذا معروف معنا عثمان من العرق فضل يا أخو عثمان حياكم الله أخي عثمان تفضل بارك الله فيك عليكم السلام ما سمعتك عفوان ليش حقدكم على ليش حقدنا على مش حقد الجماعة عندهم شرك حزب الله كان جايين حجاج وعمار ما بعرف منين يا جايين من بلاد الهن ولا جايين من جبار الموماو من بلاد الموماو منين أنت الآن فسر لي هل حجاج وعمار منين يجوا تضل حزب الله أو حزب الشيطان نفس ما يقولون أقالي شوفنا مواقف حارب إسرائيل سترى من سترى وسوى الشيء شنع الحق بال شاعلين على حزب الله الشيئة عفوان مجوز وزبولة ما لغلط والهالكي مالكي هلين عتم مواقفين ممكن ترفعلي صوتك شوي ولا ما عم بفهمك ارفع صوتك شوي الصوت ارفع شوي اهلو تسمعنا لا ايه اتفضل ايه ليش حقكم بالذات الناس بتواجه اليهود اه هم يواجهوا اليهود اي اولا 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 طيب هذا سؤالك اسمح لي ممكن اني جاوبك اولا حزب الله ما بيواجه اليهود حزب الله حارس اليهود ونحن نعرف كتير كان ناس حاربوا امريكا ويتكلموا ضد امريكا امثال القذافي وغيره وعبد الناصر كل هؤلاء كانوا يتكلموا ضد امريكا وضد اليهود وطلعوا عملاء لهم اما حزب الله نحن ما هلتكلم عن موضوع ما بهمنا الان حارب اليهود عندنا افغانستان حاربوا امريكا وحاربوا روسيا ولا يزالون يحاربوا وعندهم من البطولات ما لم نرى شيئا منه عند حزب الله فليست القضية قضية سياسة هذه الحلقة متعلقة بعقيدة الشيعة يا اخو عثمان اسمح فضل يا عثمان فضل فضل على كل حال انت تقول انك سني تقول انك سني لكنك تخالف وكذا كذا هناك من يناقضونك والحمد لله الله هداهم الله سبحانه وتعالى هداهم ويقولون الحمد لله الذي عفانا من هذا المذاب نحن موضوعنا الان ليس موضوع امريكا ليس موضوع اسمح لي شو الحمد لله الحمد لله الله هداني وشي تبطرك صحيح الحمد لله هداك الى رؤية الافلام الاباحية كما ذكرنا لك من كتاب الكافي هادي بداية لا 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 ها لا هداك الى السجود على قرص هداك الى السجود على قرص الرواية من بداية الرواية من بدايتها من اول نصطي الاخر نصطي حسن يعني طيب نوش بدك بدك نقرأ عليك خلص 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 هنقرأ عليك الناس يلا اذا كنت تريد ذلك خلص الان ها هاي خمس من واحد نحضركم روايات نقرأ عليك مش انت كتبني كتبكم شوية تجوا كتبني وكتبكم ما به شي كتبكم صحيحة كتبني يعني وش شو نحتي يا كذار عثمان 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 اخي بارك الله فيك طيب طيب معنا خالد من القطيل فضل يا خالد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل اخي خالد الله يفضكم الحمد لله انا عندي سؤالين بسألكي اياها وانا طبعا الان انا مش شيعي حقيقة انا ربك الحمد لله اخرجني من الظلماتي للنور الحمد للشكل الله لكل حالة الله ثبتنا وياك على دينه بسألك انا بعض الاسئلة اللي تدور في الخلد اي انسان شيعي انا شيعي كنتو اعرف ما يدور فاقل هذه الناس نعم نعم مشاكين ترى يعني شيعك بشكل عام العامة والله مبحوك عليهم وادري ذا الكلام الان هم يسمعوا الان مثل القناة والني اتناقش معك في ذا الموضوع يزعل الكل فيهم وينفجر وينشحط وينضغط وهذا هو الخطأ سنين يا شيخ الدعوة ما فيها والله العظيم ان الشيعة مضحوك على امرهم ولا يفقهم شيء بأمور الدين وبعدين شفرت اقول الناس أنا شيغي وعشت سنين حياتي كلها في وسط المجتمع هذا المتخلف الذي لا هو راضي يتطور ولا هو لا راضي ينتقل الى مرحلة توريها الحق من الباطل لا الشيعة ما اخذي للدعوة على انها تحدي شيعي لا زي ما انا اوريها الوحابي هذا ابناء ابداك وفلان وفيه ومية واخر الكلام والكلام الناقص وهذا الكلام هو اصل الخلل في البحث وفي النقاش دائما لكن الانسان يجب استخدم عقله وحط الميزان ليبحث عن الحق والباطل بخلاص وبصدق والله لا يستخلصه والانسان ما يصعب على شيء السنين يا شيخ ما كان يدلس علينا زمان وحنا نسمع هذا الكلام يعني قبل الهزايا بان السنة يكرهون الشيعة هذا واحد هذا السؤال اللي بغاك تجاوب عليه بعد ما اسكر يا شيخ وليه سلام مسافات تسجيل عندك طبعا انه السؤال الثاني هل السنة يكرهون الشيعة هذا السؤال الاول اه السؤال او طيب طيب السؤال الثاني يا شيخ لكننا نسمع زمان وهذا الان يتناقل في الاوساط الشيحية نعم لماذا السنة ينقلون الاحاديث دائما عن ابو هرير رضي الله عنه ولا ينقلون الاحاديث عن الامام علي عليه السلام لانهم يكرهون ويطعنون دائما في الامام علي ومنكرهم له لا ينقلون الكلام اذا هذا السؤال الثاني هذا السؤال الثاني نعم نعم مع العلم يا شيخ انا دا الكلام كنت اسمعه وانا الشيحي قبل الهداية ولكن لما استدعت ما دخلت نفسي دا صلي فيه دائما دائما اكسر الحديث تلقى حق علي رضي الله عنه نعم ثلاث انا ودي اعرف الان محمد اه الوحابية والوحابية والوحابية ولا نعرف الوحابية طول الوقت حتى وان الشيحي اعرف النومي الوحابية اعداء الشيعة واعداء الدين وانهم يكرهون الشيعة ويبيحون دماءهم واعراضهم واموالهم وكلشي كغنيمة عندهم هذا اللي كنت نفهمه زمان لماذا انا نسأل الان لماذا الحمل الان عند الشيعة او الاحتقان على محمد عبدالوهاب وعلى ابن تيمية ماذا فعل للشيعة على اساس يحملون عليه هذا الكلام طيب اذا هذا سؤال ثالث ثالث اما الان عندي انا نقاش مغاية لهذا الكلام والله انا كان ودي انا اخش في مواضيع ثاني تم الشيعة اكثر ما تم الكلام زين وهذا من الكتب لكن حقيقة انا شيخ عام انا يعني لو جمعنا الشيعة وجعلناهم مليون شخص امامك الان تسألهم عن الكتاب الكافي الكليني ليحضره الفقير انا حياتي كلها اصلا اهلي كلهم متشددين في الدين الشيحي زين والله لابعضهم مشايخ ومعممين نساء ورجال من الذين متمرسين في هذا الدين وعندهم حسينيات وعندهم ما يزال اليوم كثير منهم والله يا شيخ اني عمري ما سمعت لا الكافي ولا الكليني ولا مدى البحار لانوار الا الان خلال بعد الهدايا والبحث لان انا استغرب زمان انه الشيعة السنة يكرهون الشيعة وما الشيعة الآن الطباحة لي ما هو الخلل اساسا عند الشيعة على سنسكدة السنة اتراخشهم الخار اخ الشيعي الله يبارك فيك ويهديك اختي الشيعية لا تتناقشي على انه حوار عداوة او حرب وصراع او مباراة فوز وخسارة ابدا لك الانسان ان يناقش ويبحث عن الحق دائما طيب الله يبارك فيك هذه النقطة اثنين يا شيخ هذه اخر نقطة خالد لانه يعني اجاني خبر انه خرص انتهى البرنامج لأسف يعني اسكر اسكر يا شيخ لا لا اعطيني النقطة الثانية لانه بعد بدي جابك هذه النقطة لا تطقيها وحتى لو تجيب عليها في الحلقة القادمة ما في مشكلة طيب بس الان المهم عندي ولازم يسمع الشيعي اخي الشيعي الله يبارك فيك انت انسان الله خلق سبحانه وتعالى وبيحاسبك انت ما بيحاسب احد غيرك انصرت صالح ادخلك الجنة وامكنت غير صالح بتدوق النار اسألك بالله القرآن من اول صفحة فيه من سورة البقرة حتى سورة الناس انا ما لقيت فيه حسينية ولا لقيت فيه امام 12 امام ما لقيت فلان فلان فلاني ولا لقيت انهم يدخلوك الجنة ولا لقيت انهم يشافوك ولا لقيت انهم يغفرولك ولا لقيت في القرآن انهم هم يقسمون قسيم الجنة والنار الامام علي وبعض المشاكل يقول فاطمة هي بتحاسب الخلايا فيهم الحساب الفالي عندها رواية المهاجر عندها رواية وكل واحد يقول ان الامام علي يعطيك صاك اسألك بالله وين عقولنا راحت يا ناس متى في جصح احنا يا الشيع الان تبدل ما تتقلوا تنقشوا السنة ارجعوا لمشايخهم هذول الذي ألفوا هذي الكتب والذي هم ما يزالون في الحسينيات يدلسوا على الناس يكذبوا اخي الشيعي القرآن الكريم ما فيه من الدين الشيعي ولا مسخال دراء تفهم معاي انت يا أخي اثنين لماذا ما تقول الشيخ لو تروح للشيخ وتقول يا شيخ اختعل احنا الان انا الشيعون شيعي ما حد يعني السنة احنا القرآن المحرف هذا الشيخ موجود عند السنة هل هذا القرآن لنقرأ اذا قال لك ايه قول العجل وين القرآن الثاني اخطني اياه شوفه البديل البديل يعني اصدق البديل البديل تعم على اساس اني اختنا بيني وبين نفسي وبينك ما هو المشكلة المشايخ يقول القرآن في الحسينيات القرآن محرف ومدلس بالنهايات ونسخط بالنهايات فتواتر الأجيال والسنين وما نعرف ايش طيب اذا كان هذا القرآن يعني مخربان ومحرف ولما حتى من دعاة السنة والجماعية يسعلوهم هذا القرآن قال لهم ما عندنا هذا القرآن هذا الذي الموجود عند المسلمين طابعة الملك فهد ما في غيره طيب كلام جميل وما يحتاج هذا يقول لكم انتم في القنوات يا شيخ لكن إذا جوا في الحسينيات لا قالوا محرف وهذا القرآن الذي يشه القرآن والقرآن في المهدي يخرجوها لما آتر الصحابة واخدوا هذا القرآن لإمام علي عليه السلام عادي رواية ليقولها وهذه من كثر ما سمعتها حتى صار انتفاق في المخيم من كثر ما سمعتها في المشايخ من وجه الحسينيات إذا أنا خشتم قلت لهم وين القرآن نستاني لهذا المصحف صاطمة قالوا لا مصحف صاطمة فيه علم كان وسوف يكون وما هو علم الغيب كله طيب هذا اثنين وبعدين هذا المصحف مو مصحف يعني قرآن مصحف كلمة مصحف جامع كلمة مصاحف يختلف عن القرآن وفيه مثل هذا القرآن ثلاث مرات إذا كان هذا القرآن اللي حين تتكلم عنه مصحف صاطمة فيه ثلاث مرات زين ويرجع يقول يناخذ نفس الشخص هذا الذي ينقل هذه الروايات يقول لا وما فيه من قرآن هذا حرف واحد تسوه مثل ثلاث مرات وما في حرف واحد هذا اثنين العموم الله يزيكم خير شكرا يقول لعطني القرآن الذي انت تتبعه اثنين عطني آية صريحة في القرآن إذا أنك تقرب هذا القرآن اللي الآن موجود فما فيه فهذا القرآن من الصرح شر إمام واحد يدخلك الجنة ويغفر لك ويشافيك ويعافيك ويبارك لك ويتستغيث به ما فيه لا الله سبحانه وتعالى يقول أدعوني ولا فيه رسول قال يا علي نبي الله قال ربي إني ما سنيضر يونس عليه السلام تعجبني أنا آية يا خالد تعجبني آية في كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى أعوذي بن شهر الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين أغير الله تدعون إن كنتم صادقين هذا الكلام بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون يا علي يا زهرة يا حسين الله يا شيخ حتى نقول لك يعني لدرجة أنهم غتلوا عقول الناس يقول للإنسان من الشيعة التي لا تقول الحربة اللي ابتلت التي لا تقول يا علي ما يخرج ظناها أسألك بالله أخي الشيعي هل إمام علي ولا هذا يعني هذا الإنسان يفترع لمن هل هذا يعز إمام علي هل هذا يحب إمام علي هل هذا يحب آل البيت هل الأنبياء الذين توفعهم الله ورفعهم إليه الآن هل قالوا يا علي لما جدت أمهم تولدهم أمهاتهم قالت أمهاتهم يا علي يا أخي استقوا الله والله زيكم فيه حقا نحقول للناس حتى السنية إذا تعثرت في الولادة قالت يا إمام البحار نه لأنه ما تعرف علي وتولد عجيب عندكم هيك بتقولوا لحظة لحظة خالد أنتوا عندكم هيك بتقولوا بمجتمعكم والله يا شيخ هذا الكلام الموجود في المجتمع الشي زين وما في أحد من الشيعة لو الآن الشيعة يشوف الآن الذي يسمع الكلام يفكر بعقله يلي يقول هذا البني آدم الكلام اللي يقوله صحيح وإحنا نسعنا عليه وفي كل المناطق عندنا إحنا في الاحياء القطيف كلها في المنطقة الشرقية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشوفوا صلوبهم ما يستخدموا هذا السلوب هذا يتكلم علينا هذا تحول سني هذا تحول وحابي هذا بنسو فيه بنفعج يشهد الله أني ما خاف إلا من الله ولو أني خاف من بشر أني ما دقيت على قناة ولا أتكلم كلها المكم والله العبد بزاك الله خيرا وكثر الله من أنثالك يا خالد بعد أن دقيقة يا شيخ الله يبارك فيه ما عليش لدي كلمة للأخت مروة الله يبارك فيها تقول أن أثبت لي أن الإمام علي بذي معاه ما سب الإمام علي هذا بحث تبحثي يا أختي الله يبارك فيه إن كنت جادة وتبغي أن تعرفين الحق بالباطل طبعا لا الحدري بدخلك الجنة ولا الشيخ عبد الرحمن الدمع السبية بدخلك الجنة سوى جاوبك هذا أو لم يجاوبك الثاني والله ما رايح ينفعك غير عملك أختي أنصح بالله وأنصح كل شيء الآن يسمع هذا الكلام يا أخي اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن والله العظيم تحيون حياة ما شفتها في حياتكم بتشرح صدوركم ألا بدك لله يطمئن القلوب ما في الولاية وفي تعالى عن قبر الإمام وركع عند رجله ثم ادعو ثم ارجع أركع عند راس ركعتين وثم ارجع ادعو وأن زيارة الإمام الحسين تعادل ألف حجة وألف زورة وألف عدل والملايكة تنزل زور الإمام سبعين ألف شرائك يا خالد بهذا الشيسم الزيارة كامل الزيارات شرائك باللي الكلام اللي سمعته والله يا شيخ أنا الآن لو تبيني أنا أقرارك سادة وبدين اسمع بعلمك الشيخ وهذا الشيحي برضو على كل شيحي فيه كتاب اسمه آداب طبعا المؤلف اسمه السيد جواد الحسيني قال علي الشهرودي آداب الحرمين والله يا شيخ أخي الشيعي هل ترضى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى قال ذكر له مكة وبيت الله الحرام ومزدلفة والصفاء والمروة صح ما ذكر لنا كربلة فهذا فيه يوم شوف يا شيخ زيارة الإمام الحسين يوم عرفة يوم عرفة ناس في الحج وانت رايح تزور الإمام الحسين أو انت في البيت تدعوه وبدل ما تروح له الكعبة مكة المكرمة تروح كربلة لا وغير هذا الكلام أخي الشيعي شلون فيه طواف الطواف بين الصفاء والمروة شلون فيه طواف في العراق الآن لو ركضت طويري جاري مثل الطواف بالضبط وفيه بيت ودعا بسويلون كعبة بنلاقي عليك أخي الشيعي هل هذا الكعبة اللي الآن يدور عليه الشيعة ورح يزورها في كربلة هل هذه بيت الله اللي بنا الله سبحانه وتعالى يا ايوالناس اتخوا ربكم فان زلزلة الساحة شيئا عظيم اتخوا ربكم يا اخي القرآن الله بحسبكم بالقرآن ما رايحي حسبكم بكلام حيذري بن عبد الرحمن الدمشقية ولا بحفظة لبلقطيف اتكلمكم الآن كان لعلمكم الآن أدري الناس تشتم وتسب هذا الكلام لكن نصيحة نصيحة لكل الشيعي أن يسخدم عقله وأن يبحث عن الحق ويترك أنه شيعي وسني وانت إنسان مسلم وإذا كنت مسلم الله ولا تعصيه هذا هو الواجب أو ما بالنسبة لك اختمره الله يبارك فيك إذا عندك سؤال أنا أنصحك اسألي هل يجوز أن الإنسان يسجد لغير الله أتحدى واحد من العاقل يقول ايه يجوز طبعا لا إلا إذا يكون مجلون فاقد العقل فشلون يجوز استجود عند رجل الإمام الحسين وزيارة الرضا لا أعلمك بعض الشيعة تدريش الطالب يا شيخ أروه أي ماك بعض الشيعة يا شيخ يطالب يقول ليش المكة ما أخدينها وما احتلينها الوحابية المفروض هذي للمسلمين كلهم مفروض كل سنة عند ناس يعني يبغون ينقلون ظهر مكة إيران خلاص انت جدي بهذه العقلية أنا بجوك وحقليتك اش رايك تسلفنا بعد انت لأضرح حق الأي في كل مكان وبعد الثانية لما انك تخلص ونعطيك الكعبات ترجح لنا اش هال عقليات الخربانة بيت الله هذا اللي اختار انه يوضع هنا اش لون يعني سلمك يا هنت ولا غير الكل وبعدين انت زيارة الإمام الرضا في إيران ارض إيران المقدسة وكربلاء المقدسة بالله يا عليك سبحانه الذي يسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذه آية سبحانه ما لقيت كربلاء ولا لقيت يزي ولا لقيت معاوية ولا لقيت قتلوا صفكوا الدم الحسين ولا لقيت انهم خانوا الولاية وارتدوا انه أصب ولا لقيت هذا الكلام اتقوا الله يا شيعي يا شيعية الله يهديش يبارك فيه عليش اسمي أختي عليك بكتاب موجود العنف الأسواق في القطيف هنا يبعونه في الأسواق المتجولة كتاب الطالب الأنساب الطالبين دعنا أقرارك علشان لا أطلق بطل عنوانه لأننا أريد أصلا الشيعي يرح يأخذون هذا الكتاب وهذا الكتاب فيه أنساب من آل البيت والزوجين من من اللي تزوجهم من الذي ما تزوجهم أنساب الطالبين المصاحرات العلي والطالب والمصاحرات وأسماء جميع بني آدم من آل البيت عليهم السلام تزوج منه وخدم منه وخلى منه هذا الكلام اسمعوا يا أخي الكتاب منتهى الآمال صفحة 342 لعباس القمي وتراجم النساء محمد الأعلى صفحة 346 وغير طيب الثاني الكتاب منتهى الآمال صفحة 41 للشيخ عباس القمي وتراجم طيب نجي هنا إلى مصادر كثيرة طيب الأصل في أنساب هذا الكتاب مهم لازم لأخشي رح تقراه وتاخده ترى ما يكلف شيء الأصل في أنساب الطالبين صفحة 65 لابن الطقطقي عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب صفحة 118 لابن عتبة تشوف هذه الكتب إذا ما تلقى فيها ما في إمام من العيم اللي الآن تقولوا أن الصحابة تحدوا وخانوا الولاية وارتدوا بعد ربما وغدروا في الإمام علي ستلاقوا جميع إمام من العيم عندك المبتدين والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عايش يوم المؤمنين يا أخي أنتم تفتحوا أنا أسأل الآن الشيوخ المشايحة أقول ليس الناس الناس هذه مغلوبة على الأمر لكن للشيوخ هذول كيف تألفوا كتبوا تقدفوا في رسول الله أنتم مسلمون وإن سلابكم أفعل لسيدين خلوا الإنسان على أن ينطق الشهادتين الشهادتين أشهد لا إله إلى الله ومحمد وأنه محمد الرسول الله خالد لون تقدفوا في الرسول الله يبارك فيه ويصلحتهم اللهم استعلم وما أعتقد وما أعتقد أن أحد يصلحته لأنه ما أخذين الدعوة ترى يا شيخ مو دين مشايخ الشيعة ما أخذين الدعوة دين ما أخذين الدعوة تجارة الله سبحانه بزاك الله خيرا وبرك الله فيك يا خالد أشكرك جدا عن مداخلتك وبدأ نعطيك وقت أكتر بس للأسف يعني المخرج يقول انتهى الوقت ما عد فيه بعد فيه بعد فيه شيء وقت أخي المخرج بس خمس دقائق تركيك جوابك على الخمس دقائق على الأسئلة ثلاثة بخمس دقائق طيب هل السنة يكرهون الشيعة السنة لا يكرهون الشيعة يعني العوام الجهلة اللي ما عندهم معرفة بدينهم ليست القضية قضية كراهية الآن القضية قضية الآن دين دين السنة يريدون يعني ينظرون إلى عوام الشيعة بعين الرحمة أما مشايخ الشيعة فينظرون إلى عوامهم بعين الاستغلال والفوائد الدنيوية بالله عليكم الآن آية الأنفال متعلقة مرتبطة بماذا وعلموا أنما غننتم مشايخ فأنا لله خمس هو للرسول ولذي القربة واليتام هذه الآية نزلت في غنائم حرب في غنائم المسلمين مما يأخذوا يغنموه من الكفار من الجيش الكافر الآن صحة الخمس متعلقة بعوام الشيعة المساكين الخمس بدل ما يأخذ من من الكفار يأخذ من عوام الشيعة نحن 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 ننظر إلى عوام الشيعة بنظر الرحمة بعين الرحمة نسأل الله عز وجل أن لا يموت هؤلاء إلا وقد يعني رأوا الحقيقة وعينوها وعادوا إلى رشدهم عادوا إلى الحق تبين لهم الحق مش للأصل أن ننظر إليهم نظرة عداء وكراهية ونود أن يموت والله لا ولا ما نود أن يموت على ما هم عليه لأنهم إذا ماتوا على ما هم عليه يا علي يا زهرة ما قلنا غيرك يا علي إلى غير ذلك من الشركيات ومن البدع فهم على خطر عظيم هم على خطر عظيم فليست القضية قضيت على عداء بالضرور أبدا أما العداء بالنسبة لهؤلاء الذين ايكرون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والله هؤلاء يعدون لأنهم سبب المشكلة هم بسبب أنانيتهم وحرصهم على أنفسهم وفوائدهم الذاتية الدنيوية باعوا دينهم بدنياهم وأضروا بهؤلاء العوان المساكين ماذا نريد منهم نريد فقط أصلين الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله ويعبد يعني لا يدعى إلا الله ليه لأن الدعاء هو العبادة كما قال الله عز وجل اتذكرها الأيتين أيها الشيعة فاعبد الله مخلصا له الدين وفي آية أخرى فادعوا الله مخلصين له الدين اعبد ادعوه كما أنك مطالب بأن تعبد الله مخلصا له الدين فكذلك أنت مطالب بمقتضى هذا الكتاب الذي فيه نجاتك يوم القيامة أما ليكون حجة لك أو حج عليك نعم فادعوا الله مخلصين له الدين إذن أن لا يعبد إلا الله ثانيا أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بمحدثات ولا ببدع هذا هو كل يعني ما ندعو إليه هذه دعوتنا هذا منهجنا هذه عقيدتنا بالمختصر أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالمحدثات ولا بالبدع الأمر الآخر أنا ححاول أني أجاوب على بعض الأسئلة ولو أني كنت بيتمنى إذا كان في مجال وقت أكثر أتمنى ذلك لكن يبدو لي يقال لي أن الوقت يعني قد انتهى ما قولكم في من يستدل بآية المباهل على الإمامة هذا الاستدال غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فاطمة أدخل فاطمة رضي الله عنها في الكساء فلو أراد الإمامة كيف يدخل فاطمة ليبين للناس على أنها إمامة يعني والشيعة أنفسهم يقولون لا تجوز الإمامة للمرأة طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فاطمة بالنسبة لأسئلة خالد أنا سيد لماذا يرون عن أبي هراري ولا يرون عن علي هذا كذب الآن كتاب البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود كلها مليئة بالروايات عن عليين وعن وعن عن ابن عباس ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في أكثر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهذا الأسف أنه كذب وغير صحيح كذلك لماذا يكرهون محمد بن عبد الوهاب لأن محمد بن عبد الوهاب نهاهم عن التبرك بالشجر والحجر والشركيات ودعاء غير الله عز وجل كله هذا نهاهم عنه وأراد أن أراد أن يهدم مش القبور انتبهوا يا أخوان لا يلبسن عليكم هؤلاء عفوا لا يلبسن عليكم ويقولون لكم بأن الوهابية يريدون هدم القبور لا يريدون إتمام رسالة ومهمة علي رضي الله عنه شو هي المهمة التي رواها حتى الشيعة وفي كتاب الكافي أن لا تدعى قبرا مشرفا إلا سويته هذا هو الهدم مش أنه تنكش تحت وتهدم القبور لا تهدم ما يزيد على الشبر حتى يعرف أن هذا قبر بس فهم نهوا عن البناء على القبور لأنه هناك من عنده مصلحة من وراء البناء بناء الأضرحة من أجل الاستفادة المادية ووضع سندوق النذور ويحط شوية زيت وشوية شا اسمه وبيقلك من بيعك هذا الزيت عشان هذا بتستفيد منه هذا فيه رقية هذا فيه أكاذيب كثيرة يأكلون أموال الناس في الباطل بيبنوا هذه الأضرحة من أجل النذور من أجل الصدقات واحد عنده مرض عنده كذا ادفع يلا ادفعوا ولذلك تجدون الغلو في هؤلاء الأمر لماذا الغلو لأنه يترتب على الغلو يلا إحالة الناس كما رأيتم يلا في يوم عرفة ما تروح عند عرفة روح هناك وبيدفعوا الناس ما سكين فأنا أرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يموتوا على ما هم عليه وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى للحق هذا والله ما أمر ما دعانا إليه ابن تيمي رحمه الله أننا ننظر إلى عوام أهل البدع أو طوائف أهل البدع ننظر إليهم بعين الرحمة حتى نستطيع أن ندعوهم نعم يعني هذا ما عندي سؤال آخر إذا كان هل بقي عندنا وقت أخي المخرج ممكن دقيقتين فيها الدقيقتين أنا أريد أن أقول لم نستطع أن نستدل بشيء من هذه الكتب التي أتيت بها شو بعرض عندي بالدايئتين أنا بعرض لكم كتاب طبعا دائما يقولون أنه علي ما بايع علي ما بايع علي ما بايع لا علي بايع أبا بكر في اليوم الثاني بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه رواية في كتاب البداية والنهاية لإبن كثير المجلد الثالث الجزء الخامس نعم فدعا بعلي هنا فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته يعني صهره أردت أن تشق عصر المسلمين قال لا تثري بيا خليفة رسول الله فبايعه قال أبو علي الحافظ البيهقي سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه وهذا حديث يسوي بدنه بل يسوي بدرة والبدرة كيس من الدراهم رواه البيهقي كذلك وفيه فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علي فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فذكر نحو ما تقدم ثم ذكر القصة قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نظرة المذر بن مالك ابن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب أما عفوا إما إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره هذا كلام ابن كثير رحمه الله قد يقول قائل وإن شاء الله يكون عندي ولو دقيقة نحن لم نجمع معكم على أن علي صلى وراء أبي بكر لا هذا موجود في كتاب سليم الهلالي موجود أنه صلى وراء أبي بكر بالمناسبة وكتاب سليم ابن هلال العامري هذا الكتاب ثابت معتبر عندكم كما ذكر الخوئي وكما ذكر المجلس وكما ذكر العديد من مشايخكم أنه كتاب معتبر الأمر الآخر يقولون نتحداكم أن تأتوا برواية من عندكم أن علي صلى وراء أبي بكر مش من عندنا من عندكم أنتم نقول ما في حاجة نحن ما بدنا لماذا عندنا رواية أهم من ذلك أمر نبوي مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا فبمقتضى هذه الرواية علي ملزم أن يطيع رسول الله فيصلي وراءنا سواء وجدنا له رواية في صلاته خلف أبي بكر أم لم نجد له رواية وإلا لزم أنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستثنائه نفسه من الصلاة وراء أبي بكر ما عاد عندي وقت لكن سوف نتابع الموضوع إن شاء الله لكن الجمعة قد ما تكون هناك حلقة مباشرة لأسباب تتعلق بسفري لكن إن شاء الله التي بعدها أكون معكم وأكمل الموضوع جزاكم الله خيرا وأشكركم على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى سمهال كل همومي علي وينسج كل طريق يدي